طبعا وانا بتكلم في فقرة الانترو في تقديم فقرات النهاردة قلت في البداية ان النادي الاهل عمل رقم قياسي جيد جدا في اول ست مباريات في الدور العام هذا الرقم هو تقرار لنفس الرقم اللي اتحقق في موسم 2005-2006 هذا الموسم التاريخي اللي الاهل حقق فيه خمس بطولات شارك فيهم على مدار موسم بالكامل دوري عام قاسم مصر سوبر مصري سوبر افريقي دوري ابطال افريقيا لكن الرقم القياسي ليس في عدد البطولات ان شاء الله بإذن الله في نهاية الموسم يكون نفس عدد البطولات الاهل بيحققه السنادي ان شاء الله في هذا الموسم القرو 2019-2020 لكن الرقم القياسي في ست انتصارات متتالية ب18 نقطة هذا الرقم لم يتحقق منذ حوالي 13 سنة لكن الاضافة الى ذلك الرقم القياسي الاخبر من ده نسبة الاهداف لان لو بنقارن افضل موسم للاهل خلال الحجبة الزمنية الاخيرة من 13 سنة الاهل في هذا الموسم موسم 2005-2006 حقق نسبة اهداف 11 هدف في ست مباريات لكن مونيا مرمى بهدف وحيد في شباكه هذا الموسم موسم 2019-2020 بعد ست مباريات الاهل ايضا بيحقق 18 نقطة من ست مباريات لكنه بيتميز بنسبة اهداف عالية لم تتقرر منذ سنوات طويلة 18 هدف في ست مباريات بمعدل سلاسة اهداف وكل مباراة نفس الامر في الشق الدفاعي لم يدخل مرمى الاهلي سوى هدف وحيد الرقم بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن احنا بالتأكيد ان شاء الله باذن الله نفس الارقام تستمر الفترة الجاية وكل حالة هنقدم لكم مرحلة بمرحلة كل ست مباريات هنشوف مدى تطور الايجابي اللي حصل في فريق الكورة خلال الفترة الحالية استعدادا للمرحلة اللي جاية لان ده هيدينا مؤشر لان دايما لغة الارقام لا تتجمل ولغة الارقام واضحة وصريحة وبتدينا مدلول لمعلومة مهمة بإذن الله ان شاء الله المرحلة الاولى بتدينا مؤشر ان احنا على اعتاب فريق قوي قادر على ان هو يفوز ويحقق كل البطولات ويحقق طموحات جماهير النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية الطموحات والافكار والبطولات الاهلي ان شاء الله بيشارك فيها هذا الموسم مش هتتحقق بالارقام بس لا الرقم بيدينا مؤشر لللي جاي لكن في نفس الوقت ان شاء الله المهم ان الفريق يستمر على نفس الناجف في المباراة القادمة عشان كده بقول لكم كل ستة او سبع مباراة هنقدم لكم رقم اتحقق في هذه المرحلة الزمنية او في عمر مباراة هذه المسابقة بالمقنة بمواسم سابقة عشان نشوف التطور اللي حصل وهالي الجيل ده ان شاء الله يكون قادر يحقق نفس اللي اتحقق في اجيال سابقة كل البطولات ان شاء الله الاهلي داخل فيها عشان يفوز بهذه البطولات الفكرة مش في الجيل او في اللعيبة اه لا كمان الفكرة في الجهاز الفني جهاز فني بقيادة السويسر نيفايلر بيقدم كرة قدم حديثة بيقدم كرة قدم اعتقد بنسبة كبيرة ممكن يكون لها تأثير على تغيير خارطة القرى المصرية في الفترة الجاية والاداء الفني للاندية واللعيبة في الفترة الجاية ده حصل في حقبة منو الجزيه منو الجزيه لما النادي الاهلي اتعاقد معها سيواقف في الفترة الزمنية الاولى موسم 2001-2002 او في المرة التانية 2004-2005 القرى المصرية واداء الفرق تطور مع مرور الوقت ومع مرور السنوات لذلك انا شايف ان الجهاز الفني والكل بالتأكيد بيتابع نفس الامر عن كذب خلال الفترة القادمة ان ريني فيلر والجهاز المعاون في الفترة الجاية بيحاول يقدم كرة قدم حديثة وان شاء الله مع المراحل الزمنية في الدوري انالقى الضوء على هذه الجزئية واللغة الرقمية ايه المؤشر او ايه المجلول اللي ان شاء الله بإذن الله هيكون ايجابي ويدينا كده تفاقل للمرحلة الجاية لفرقة النادي الاهة وهي متصدرة دوري باقل عدد من المباريات حتى الاسبوع اللي السامن ان شاء الله قادرة على تحقيق كل البطلات وتنهي كمان مسابة الدوري مبكرا كمهاية العدل ان الدوري دايما عارف مكانه وعارف طريقه وعارف وضعه الرسم بيكون فين مقر القلع الحمراء في الجزيرة اشتركوا في القناة